بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده برضو مرتبط بالفيديو اللي فات. لوقتي اه مسلا المشرف جاء وانت مسلا بيراجع لك اللغة. قال لك مسلا ايه? لا الكلمة دي مش حلوة غيرها. الكلمة دي فيها تكلف زيادة عن اللازم غيرها. فانت يعني يعني انت برضو ايه? مش عارف يعني انت بغيرها يا دكتور طب ايه المشكلة? طب اغيرها الى ايه? او ايه? اهو كده. ما قالكش ايه حاجة خالص. قال لك يلا توقع الله بير مع السلامة. خلاص كده انا قلت لك غير لي الكلمة دي. بيه مسلا ممكن مع بعض المشرفين مسلا ايه? يقرى مسلا حاجة زي ال اكس ار دي مسلا في شغل النانو. وبعدين ايه? وهو بيقرى كده الكلام يقول لك بص هنا باستخدم لي اتريبيوتد. اتريبيوتد تو حلوة كلمة كويسة باستخدمها بدل الكلمات ان انت مكررها دي. فانت ما انتش عارف اتريبيوتد تو دي تتحط فين? يعني يعني انت عايز تقول له دكتور طب اتريبيوتد دي يعني اوديها فين في وسط الكلام? او ايه الكلمة الوحشة اللي شلعها وحط مكانها اتريبيوتد او كده. فانت مش عارف هو ايه? هو كتابل او حتى مسلا المشرفين كتبلك من لحظة. يقول لك ايه? استخدم كلمة اتريبيوتد تو بدل ايه? بدل مسلا انت مش عاجبني هنا فيه تكرار هنا او فيه كلام مش عاجبني. ابقى حط كلمة اتريبيوتد تو معاك عشان ايه? تنفع عم في الاكس ارتي. بقى لها استخدام كويس يعني. وسبق على كده. فانت ما انتش عارف يعني دكتور يعني ايه عمل ايه? او كده اتصرف ازاي? مش عارف انت بقى. يعني بحاول اخترح عليك. يعني دي من ضمن الاسئلة اللي بنشوفها. بحاول اخترح عليك ان انت ايه? تاخد بلابنا حاجات زي كده. دولتي انا اول حاجة اشوف اتريبيوتد تو دي دي معناها ايه اصلا. فادخل مسلا على جوجل مثلا جوجل ترانسليت واكتب له اتريبيوت دو. فكتب لي طوع زي ايه. فابرضو انا ما فهمتش يعني يعني ايه طوع زي ايه دي. مش فاهم ان اي اتريبيوت دي دي. فانا حاجة افهم بقى اتريبيوتد دي بتستخدم ازاي في الابحاث? عشان افهم كده الجملة على بعضها وحاول افهم يعني ايه طوع زي ايه دي او يتم معزوها الى. ايه طوع زي ايه دي. نعملها ازاي حاجة زي كده. بمطبع. بساطة احنا كلمة في فيديو رفعت على around. هنا بحن ايه? هنوضح اكتر شوية. انا مثلا ايه? المشرف قال لي في الاستخدم كلمة فانا اعمل ايه? اروح على جوجل سكولر واكتب اكس ار دي. اراوند مثلا خمسة كده اتريبيوتد. مش محتاج توبه بقى خلاص انا اتريبيوتد دلوقتي. يعني يعني انا بقول لي جوجل يا جوجل بعد اذنك. شوف لي الابحاث اللي فيها كلمة اكس ار دي. واعد بعد منها او قبل منها او حواليها خمس كلمات اربع كلمات تلاتة. ما فيش مشكلة انا ما عنديش مشكلة يعني. ما نزودش عن خمس كلمات. ويكون حواليها كلمة اتريبيوتد دي. بحيث ان انا عايز اشوف كلمة اتريبيوتد دي في سياق الاكس ار دي. يعني ايه? في نفس الجمل كده حوالي منها قريب منها. كده يعني. لان انا محتاج مش عارف ايه اتريبيوتد دي ومش عارف استخدمها ازاي. وبعدين اقول له بص انا عايش شغل الانو فارتكاز. كلمة دي. هو خلاص هو هو جوجل فاهم انه هو قبل قبل وبعد كلمة الراوند بياخد كلمتين وبتصرف معها. خلاص هيعمل ليه بقى هو? هيضور لك ادي ادي كلمات فيها انو فارتكاز وفيها كلمة اكس ار دي حتى عادي اهو. وبعدين هتلاقي انه اكس ار دي واتريبيوتد قريبين من بعض. هتلاقي جمل كده قريبين الكلمتين دول من بعض. واحدة بواحدة. بحدود خمس كلمات. ده ده يعني ده اللي حد شرحوا لي او ده لحد فاهموني. يعني انا بصراحة ما كنتش عارف مضوع اروند ده قبل كده. بس ده اللي ايه? ده اللي تعلمتو. يعني فانا قلت ان اقوله بحيس ان هو ايه? قال له عاصل يكون مفيد يعني. برضو ممكن توسع لغاية عشر كلمات حتى عادي ما فيش مشكلة لان انا يعني ايه? مش لازم مش لازم خمسة بس الجمل متهالي بتبقى من عشر كلمات ممكن اتنشر كلمة جملة معقولة مش طويلة قوي يعني للدرجات دي. فانا يعني المهم ان انا بدور على الكلمة دي في سياق الكلمة دي. اتفقنا? طيب برضو نفس الفكرة لو انا مسلا بشتغل شغل الشتوزان وعايز ابقى قريب من شغل الشتوزان ده. مسلا فسهل ان انا حط في التايتل كلمة الشتوزان. بحيس ان انا ايه? ابقى يعني اه يعني دققت قوي او قيدت الابحاث قوي بحيس انا ايه? موسعش الدنيا على نفسي يعني. انا عايز ابقى ايه شغل قريب من شغل يعني وكده خلص. برضو الاراوند دي بتمفع معاك كمان لو انت حتى المشرف مسلا ادي لك ملاحظات عامة حتى مش تزم لغويا يعني انت مسلا مسلا المشرف شفك مسلا كاتب جزء مسلا واحد مسلا شغال في بكتيريا وكاتب شرح بقى ليه المواد النانومترية مسلا مواد في البكتيريا دي. وقال انجل المشرف قال له بص انا مقتنع ان الار او اس ده دور كبير في الموضوع. وسبه وثكت. قال له دكتور طب يعني ما ايه الار او اس دور و ايه او ايه 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 ا كده في شغل دور لي كده في شغل على ابحاث يكونوا كاتبين كلمة وقبلها بعدها حواليها كده عشر كلمات مفيش مشكلة تسعة تمان كلمات قريب منها كده يكون في كلمة دي بحيس ان انا اشوف ده في السياق وازاي بيكتبوا كلمة دي عايز اشوف الناس بتعمل ايه بتصرفوا ازاي كده يعني وريني كده افرجني ايه اللي بيحصل فأظنون ده بيساعد ان شاء الله كتير ان انت تقدر تدور على سياق كلمة مجهولة او اختصار مجهول او اقتراح اقتراح عليك المشرف زي ما انت شاهد كده اي كلمة مثلا المشرف حطي لك تحتية خط يعني جاء مثلا قال لك مثلا ايه ديستينجوش دي مثلا مش حلوة تقيلة او اغيرها طب يا دكتور اغيرها الى ايه انت ما انتش عارف لو انت روحت على قوميس اللغة او روحت للورد حتى اقولت له شوف لي كده سن الممزل بتاعت الكلمة دي ولا كده خلاص ممكن يطلع لك كلمة معناها بعيد فانت ايه تبقى تبقى عامل زي في مثلا بيقولك يعني جيت حالها عماها يعني انت جيت تشيل كلمة وحشة حطيت كلمة اوحش فالمشرف يدايق اكتر فتبقى شغلانة فانت بقيت مش عارف تتصرف ازاي او تعمل ايه فالحاجات دي يعني بتحتاج ان انت يقام تدور كلمة معينة وحشة ممكن ترجع للفيديو اللي فات بقى اللي تكلمنا فيه ازاي غير جملة معينة كاملة فانا ممكن مسلا او اعامل ايه اخد الجملة دي كده زي ما هي مثلا كده احطها كوبي مثلا ما بين علامتين تنصيص في جوجل سكولر واشير كلمة ديستينجوش دي وحط نجمة واكتب كلمة نانو بارتيكلز واشوف كده ايه في شغل النانو لما حد بيكتب جملة زي كده بس بلاش ديستينجوش دي وحطت له نجمة مكانها الناس بتكتب ايه مكانها الناس بتعمل ايه بتتصرف ازاي ده كان في الفيديو اللي فات مثلا فيه مثلا الدكتور مثلا جاء قالك لا مثلا ايه غير لي كزا اكتب لي كزا شوف لي كلمة كزا حطي لي المصطلح الفراني اه دور على حتة الفرانية دي فركتو جرام دي مثلا مش حلو اشوف مكانها حاجة كده يعني فيه كزا حاجة فانت تقدر تستخدم الفيديو ده والفيديو اللي فات تربط معلومات ما بينهم وبين بعضيهم حيث ان انت تحاول زي ما اتفاقنا تعدل بعض الجمل او الكلمات لكن في سياق ده اللي يهمني يعني فيديو هين دول يعني اهميتهم بالنسبة لي هي السياق ان نتدور على كلمة في سياق معين بحسي بس دفعنا بس ربنا يا صرحة ان شاء الله نكمل بقى ان شاء الله الفيديو لديه شكرا